اشتركوا في القناة اول حاجة عندك vocabulary exercises تدريبات على المفردات choose a correct answer from ABC or D number one بيقول I like انا احب ايه من المواد الدراسية دي because I am very good at drawing لاني جيدا جدا في الرسم يبقى ايه المادة part اللي هي الرسم ولا history تاريخ science سعيدهم math رياضيات نقول heart الرسم number two I often انا غالبا اقول ايه من الافعال دي swimming on fridays السباحة في ايام الجمع اقول make ولا catch ولا go ولا do go swimming اذهب للسباحة في ايام الجمع وهنا طبعا الغالب طيب number three I don't like this program انا لا احب هذا البرنامج I think it is a انا اعتقد انه ايه boring ممل cool بارد ولا interesting شيق ولا good جيد هقول ده boring ممل number four a busy person الشخص المشغول is always هو دائما talking يتكلم ولا walking يمشي laughing يضحك ولا doing something doing something يؤدي شيء المشغول دائما بيشتغل حاج number five something scary something scary makes you feel يجعلك تشعر بايه شيء ما مخيف يجعلك تشعر بايه تشعر بانك frightened يعني مرعوب ولا happy سعيد funny مرح ولا free يعني متفرغ هيجعلك تشعر بانك frightened يعني خائف او مرعوب number six تامر is writing about his weekend in his online ايه تامر يكتب عن نهاية الاسبوع بتاعته عضلة نهاية الاسبوع في ايه عبر الانترنت printer printer يعني طابعة هي عبر عن هالة للطبع ولا diary مفكرة ولا mouse الموس اللي هو الفقرة فقرة اللي أنا بحرك هدي ولا laptop اللي هو جهاز اللابتوب هيكتب على ايه على online diary يعني مفكرات عبر الانترنت او يوميا number seven a ناخد ايه من الصفات دي person الشخص لصفته ايه بلوغ اللي هي المدونة الكترونية هي عبر عن ايه من الكلمات دي التي فيها شخص ما يكتب بطريقة منتظمة او بانتظام ده ايه ويبسايد ايه هو موقع الكتروني يكتب عليه شخص ما بانتظام people often feel الناس غالبا يشعرون بانهم ايه when they are unhappy about something يعني هم غير سعداء بخصوص شيء ما يبقى هم يشعرون بايه يعني ضعيف strong قوي hungry جوعا ولا angry angry بمعنى غاضب عندما يكون غير سعداء بخصوص شيء ما يبقى هم كده غطبانين angry number ten a sensible person الشخص الحكيم ناخد ايه من الافعال good decisions يعني قرارات جيدة goals ولا watches ولا makes ولا does هنقول makes good decisions يعني يتخذ قرارات جيدة make a decision يتخذ قرار بعد كده number eleven هنقول I like history انا احب التاريخ so لزان I love learning about that انا احب التعلم عن ايه بخصوص ايه present المضارع past الماضي now الآن tomorrow غدا التاريخ بعلمنا عن ايه the past الماضي number twelve Alice is the main Alice هي the main in the story I read يعني هي ايه الرئيسية في القصة التي قرأتها هي عبر عن ايه الاس دي diary يعني مفكرة blog مدونة الكترونية post يعني مكتب ولا character character اللي هي شخصية شخصية الرئيسية او الاساسية في القصة التي قرأتها number thirteen she is a wise girl هي فتاة wise يعني حكيمة this means she is هذا يعني انها ايه notty يعني مشاغبة notty مشاغبة في حرف الجي والح silent ولا sensible حكيمة ولا bad سيئة ولا lazy lazy يعني كسول لا هنقول sensible حكيمة wise هي تساوي sensible صفة 124 time to practice choose a correct answer from a b c or d number one a brave person الشخص الشجع is happy to do something ايه هو سعيد بيكون سعيد عندما يفعل شيء ما ايه fun مرح ولا strange غريب ولا bad سيء ولا dangerous dangerous يعني خطير طالما هو شجاع يبقى ممكن يقوم بالاعمال الخطيرة number two my father is يعني ابي ما لبقى ناخد ايه من الافعال دي he thinks well هو يفكر جيدا يبقى هو كده sensible حكيم nervous يعني عصبي bored ممل ولا strange غريب هو كده sensible يعني حكيم number three she is a هي ايه من الصفات دي person هي شخصية ايه she shouts at people هي تصرق في وجه الناس هي كده ايه friendly ودودة sensible حكيمة brave شجع شجع ولا scary scary مخيفة number four المدونة الالكترونية هي عبارة عن ايه دايرة هي مفكرة ايه online عبر الانترنت ولا offline يعني غير متصل بالانترنت ولا inline معنىها في الصف ولا line line هو خط او صف زي مسلا خط السكة الحديد railway line احنا عايزين مين online هي مدونة عبر الانترنت number five احمد لايكس احمد يحب ايه من الحاجات دي because he loves learning about the past لانه يحب التعلم عن الماضي بيحب ايه كده painting رسم post مكتب ولا هنا مقررة post ولا history التعلم عن الماضي هو history تاريخ number six he didn't do his homework هو لم يؤدي واجبه المنزلي so لذا the teacher is very ايه المعلم ايه جدا happy سعيد جدا angry غاضب جدا brave شجاع ولا scared خائف هو كده angry very angry number seven i always انا دائما اخذ ايه من افعال sport on holidays رياضة فيه ايه فيه الاجازات my favorite sport is football رياضتي المفضلة هي كرة القدم يبقى i always play sport ولا make sport ولا go ولا take هقول play sport يعني العب رياضة number eight she is good at art هي جيدة في art اللي هو الرسم she loves هي تحب ايه كده playing لعب ولا swimming السباحة painting الطلاق او رسم ونك تيجي بمعنى رسم اللوحات ولا printing طباعة لا هي كرة تحب painting يعني الرسم بالفرشات number nine i like انا احب ايه من الافعال دي math اللي هي الرياضيات i'm quite good at math انا جيد الى حد ما في الرياضيات giving math ولا making math ولا playing math ولا doing math doing math اللي هي مزاقرة الماث الرياضيات مادة الرياضيات اللي هي math وart اللي هي الراس تاخد do او do art او do math number ten i like reading books انا احب قراءة الكتب and stories stories اللي هي القصص giving اعطاء writing كتابة helping مساعدة ولا doing يفعل اوفاء هنقول واحب كتابة القصص قراءة الكتب وكتابة القصص number eleven we can't live without a نحن لا نستطيع ان نعيش بدون بدون ايه heart قلب beard لحية مستاش شارب ولا leg لا يمكن ان نعيش بدون قلب number twelve who is the main من هو ايه الرئيسي of the story the story القصة the main character يعني الشخصية الرئيسية ولا ويبسايت موقع الكتروني adventure مغامرة heart قلب احنا قلناه who sorry هو هو يعني من who is the main character of the story من هي الشخصية الرئيسية في القصة number thirteen i usually go swimming on fridays انا عادة اذهب للسباحة في ايام الجمعة i do it kindly يعني انا اقوم بالسباحة kindly kindly معناها بطيبة ولا clearly بوضوح nicely باللطف ولا regularly regularly بمعنى بانتظام او بشكل منتظم سفنة 127 test yourself اختبر نفسك على يون 3 الوحدة التالتة في الليسونس 3 and 4 read the following اقرأ التالي then answer the questions وبعدها اجب عن اسئلة i like reading short stories so much انا احب قراءة القصص القصيرة كثيرا جدا one of my favorite stories is واحدة من قصصي المفضلة هي alice's adventures in wonderland يعني مغامرات الاس في بلاد العقائب this is a famous children's story انها قصة اطفال مشهورة alice had a lot of adventures in wonderland alice قامت بالكثير من المغامرات في بلاد العقائب she met a lot of interesting characters هي قابلت الكثير من الشخصيات الشيقة wonderland was strange but interesting place for alice يعني wonderland لها بلاد العقائب كانت مكان كانت مكان غريب لكن مشوق بالنسبة لاليس alice was a sensible brave and clever girl alice كانت فتاة ماهرة شجاعة وحكيمة she met the white rabbit هي قابلت الارنب الابيض that was always late الذي كان دائما متأخرا and ran fast ويجري بسرعة the teacher that is a funny animal هو حيوان مرح which helps alice to find different places and characters الذي ساعد alice انتجت شخصيات واماكن مختلفة the queen of hearts شخصية دي اللي هي ملكة القلوب was a scary person كانت شخصية او كانت شخص scary مخيف but لكن alice wasn't frightened of her لم تكن خيفة او مرعوبة منها answer the following questions اجب عن الاسئلة التالية بيقول what is this passage about الفقرة دي بتكلم عن ايه the story of alice's adventures in wonderland يعني قصة alice في بلاد او مغامرة alice في بلاد العجاه number two how did the teacher cat help alice كيف ساعد القتل the teacher alice ساعدها ازاي the teacher cat helped alice to find different places and characters ساعدها في ريجات شخصيات واماكن مختلفة what do you think of alice يعني ما رأيك في alice شخصية alice دي اقول i think she is a sensible and brave girl هي فتاة حكيمة وشجع لانها طبعا ما كانتش خيفة من the queen of hearts choose the correct answer from a b c or d number four the underlying pronoun her refers to يعني الضمير الذي تحته خط اللي هو her يشير إلى مين لازم نرجع للفقرة ونشوف her بيقول ايه اهي her هنقول but alice wasn't frightened of her لكن alice لم تكن خائفة منها من هي لما كانش خائفة منها the queen of hearts اللي هي ملكة القلوب هندور عليها اهي عند d the queen of hearts number five alice's adventures in wonderland is ايه story عايز اقول لك القصة دي بتاعت alice او مغامرات alice في بلاد العجائب كانت ايه قصة ايه detective يعني التحذي اللي هي ايه قصة بوليسية ولا comic مرح قصة مريحة كوميدية ولا children's story قصة اطفال ولا history قصة تاريخية كانت قصة اطفال يبقى children's story number six the underlined word famous means الكلمة التي تحتها خط اللي هي famous famous يعني ايه مشهور معناها ايه هنا من الكلمات دي unknown غير معروف silly سخيف funny مرح ولا well known well known يعني معروف جيدا اللي هي famous choose the correct answer from a b c or d number one he is a he is very a he has a big smile هو لديه ابتسامة كبيرة اقول he is very busy هو مشغول جدا ولا very brave شجع جدا angry غاضب جدا ولا funny طالما عنده ابتسامة يبا هو مرح يبا he is very fun number two alice has a lot of لديها الكثير من ايه in wonderland او مرت بالكثير من ايه في بلاد العجائب adventures مغامرات places اماكن devices يعني اجهزة ولا water مياه اكيد كان لها الكثير من المغامرات في بلاد العجائب number three number three هقول sally is always angry سالي دائما غاضبة طيب and she shouts a people وهي تصرخ في الناس on ولا add ولا in what about shouts add تصرخ في بعد كده هنا number four بقول he is he is very هو very a من الحاجات دي so he is not frightened of anything هو ليس خائفا من اي شيء مش بيخاف من اي حاجة بهو كده very brave شجاع busy مشغول angry غاضب ولا uncle عم لا هو كده very brave يعني شجاع جدا number five my grandfather is يعني جدي ما لديه من الصفات دي he gives us good advice هو يعطينا نصائح جيدة يبقى الجد كده ايه bad سيء sensible حكيم scary مخيف ورد قلق او كده sensible حكيم number six she is ايه من الصفات دي او الكلمات دي of this country لهذه البلد she is the most important person there هي اهم شخص في المكان او هي اهم شخص في البلد هي كده ايه story story قصة character شخصية ولا queen ملكة ولا worker عامل لا هي كده she is the queen هي اه هي ملكة هذه البلد هي الشخصية او الشخص الاكثر اهمية هنا طب ليه ما اخترناش character ما character بذيب معنى شخصية لا character شخصية في كتاب او في قصة لكن احنا نتكلم عن شخصية في البلد سوحة 128 بيقول يعني انا عادة ازور جدتي ايه اويك اويك يعني في الاسبوع double double دي معنىها مضاعف second معنىها التاني كترتيب في التاني الاول the second التاني لو في المسابقة يبقى من فز بالمركز الاول من فز بالمركز التاني وهكذا two دي رقم اتنين اما twice هي مرتان تعبر عن عدد المرات null once يعني مرة واحدة twice يعني مرتان وهكذا يبقى انا عادة ازور جدتي مرتاني في الاسبوع نبعيد نهلة ملها ناخد ايه من الاخترادي go out tonight تذهب للخارج او تخرج tonight الليلة she has an exam tomorrow هي عندها انتحان غدا طالما عندها انتحان بها تقدر تخرج لا يبقى نقول can't go out tonight لا haven't ولا will ولا can هينفعوا في الجملة دي number nine my little sister has يعني اختي الصغيرة لديها ايه dull a dull dull اللي هي اللعبة العروس اللعبة طيب get هناخد ايه من الافعال دي sarah got طيب what have sarah got has sarah got ولا having ولا to have has sarah got يعني ماذا لدى sarah what has sarah got ليه اخترنا هاز عشان sarah دي كأنك بتقول ضمير الفاعل شي مع هيو شي وقتها نقول has got مش have got number three read and correct the underlying words اقرأوا يصحح الكلمات التي تحتها خط number one have samir got a beard هل سامير لديه لحية طيب سامير دا كأنك بتقول ضمير الفاعل ايه هي مع هيو شي وقتها نقول ايه has هذه has خلاص هل سامير لديه لحية number two how many lessons do you got today عايز اقول لك كم حصة انت لديك اليوم لديك هاو عندك هي ايه هنقول how many lessons have you got يبقى have هذه have number three i can't open the door i have got a key هايز اقول لك انا لا استطيع ان افتح الباب انا لدي مفتاح ازاي طبعا انت عندك مفتاح بازاي تقول i can't لا اتقول i can انا استطيع انا اقدر افتح الباب انا معي مفتاح number four you can giving money to the poor هايز اقول لي انت يمكنك اعطاء المال للفقراء can how can تيجي بعدها الفعل في المصدر يعني give فقط هذه give فقط بعد كده number four do write a paragraph اكتب فقرة of about 80 words on من حوالي 80 كلمة على your favorite story يعني قصتك المفضلة في عند قصة فيه الكتاب مكتوبة عن الاس اللي هي مغامرات الاس في كتاب العجائب عايز تكتبها هي اوكي عندك اي قصة تاني تمشي احنا هنا كتبين قصة جميلة جدا اسمها a glass of milk كوب من الحليب والكلام ده احنا كتبناه فيه كمان كتاب المعاصر اهي عندك القصة لو حابب تستعين بها ترجع للفيديو بتاع كتاب المعاصر وهتلاقي القصة مكتوبة واحنا شرحينها وارينها هي سهلة جدا طيب بعد كده هنشوف هنا challenging questions اللي هي اسئلة التحدي choose a correct answer from ABC or D number one I like meeting انا احب مقابلة مين من الصفات دي people الناس they are very nice هم ناس لطيفة جدا يبقى صفاتهم ايه bored يعني يشعر بالملل او شعر بالملل boring يعني ممل ولا interesting ولا interested هقول I like meeting interesting people الناس اللي هم شيقين او اريد او احب مقابلة الناس الشيقة لانهم لطفاء جدا number two clever ماهر brave شجاع and sensible وحكيم are دول عبارة عن ايه nouns اسماء verbs افعال adjectives صفات ولا adverbs احوال او ظروف دول كلهم عبارة عن adjectives اسئلة صفات adjectives يعني صفات number three children often الاطفال غالبا هناخد ايه من الافعال دي to get what they want ليحصلوا على ما يريدون هم بيعملوا ايه الاطفال دايما عشان ياخدوا اللي هم عايزين shout shout يعني يصرخ اما go يذهب write يكتب make يصنع كده وصلنا لحد الصفحة 128 ان شاء الله بنقول لك هذه القصة اللي احنا كانت بنا رحب تستعين بها ان شاء الله هنكمل مع بعض منهجنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته